تساؤلات بعض الناس بتقول فيه علاجات بالأجهزة عايزين نعرف بحقيقة ايه دور الأجهزة في علاج تراهلات البطن بشكل عام او تراهلات اللي ممكن تحصل في الجسم بص هو باللاجك يعني انا لو عندي تراهل كبير في البطن انا هعالجه ازاي بالأجهزة يعني جلد زيادة فاستحالها تتعالج بالأجهزة الأجهزة دي هي كويسة الأجهزة بس محتاجة شخص معين محتاجة واحدة مثلا وزنها 60 كيلو مثلا ومعنداش غير حتة مدايقاها ببطنها بسيطة جدا ساعتها الجهاز بجلسات كمان كتير مش من أول مرة يعني ممكن تقعد تاخد جلسات 3-4 شهور عشان تعالج حاجة لا تكاد تسكر يعني حتى الحالة الأخيرة بتاعت الشفط بس من غير تراهلات دي دي أصلا مش هتتعالج برضو بالأجهزة يعني فاكرة الحالة دي قالتلي انا كان بقالي سنة بعمل أجهزة بس دي شكلها برضو مجدود دكتور نادة أنا عايز أفهم من حضيك النهاردة أنا ما بنكلم على شفط من غير هنا جراحة والشكل البطن اختلف يعني أظن أن حتى لما عملنا شفط كان فيه جلد زيادة الجلد دي راح فيه أنا مش شايف في الصورة جلد زيادة لا مهما بيباش فيه جلد زيادة لأن أنا لما بشفت بشفت من طبقة لو فيه جلد زيادة يبقى العملية فشلة لأن أنا يبقى أنا اخترت غلط العملية أو اخترت العيان غلطين دي مثلا سنة صغير مش بتدخن عندها شوية ترهولات عندها شوية دهون في منطقة البطن والجناب عايزة نحت فأنا لما باجي أشفت ما بشفتش من طبقة الدهون اللي تحت الجلد مباشرة لا أنا بشفت تحت شوية بس سيب دايما شوية دهون تعمل سبورت للجلد عشان جلد ما يقعش لكن أنا لو جات لي مثلا حالة عاملة عند دكتور شفط ولقيت أنا الجلد مترهل يبقى الدكتور ده شفط غلط ماينفعش خالص يختار أصلا الحالة غلط أنا بعمل assessment للحالة أشوف الحالة دي تنفع نعمل لها شفط ولا محتاجة شد جلد التقييم هنا مهم تقييم مهم جدا بشكرك أن أنت وقفتين عند حتة التقييم لأن التقييم هي اللي تقدر تحدد الحالة أي وتقييم لو غلط هو ده التشخيص التشخيص جزء الجراح أهم حاجة أنه هو ياخد القرار يعني أهم كمان من التكنيك يعني أنه هو ياخد القرار الحالة دي حناخد فيها القرار حنعمل شفط ولا حنعمل شد بشكرك طيب برضو فكرة الخيط والجراحة والخياطة دي برضو حاجة بتقلق الناس شوية جدا عايزة أفهم أكتر برضو عن التكنيك اللي بتستعملوه في جراحة التجميل إيه الجديد في هذا المجال عملية جراحة التجميل أو عملية شد الجلد إحنا ممكن نخلص العملية كلها في ساعة ونقض نخلص ساعتين يعني إحنا مش بنقفل بقية طريقة إحنا بنقفل يعني جزء كبير ويساوي حجم العملية العملية مرتين الخياطة والجراحة طبعا وذي أهم حاجة يعني أنا حتى لو حد مثلا عمل عملية حلوة قوي وبعدين جاي للجراحة شكل وحش هو قهوات دي حاجة مش حلوة فشل العملية جدا فإحنا مثلا ممكن نخلص العملية كلها في ساعة ونقض ساعتين منقفل الجلد فقفل الجلد منقفل أول طبقة الدهون منخيط في طبقة الدهون بعد كده منخيط خياطة تجميلية غرزة جنب غرزة داخلية حيث أن من بره ما يكونش فيه غرز خالص لأن اللي بيسيب علامة في الجلد لو إحنا منقفل غرز من بره فإحنا منسفش غرز من بره خالص منقفل من جوه الجلد غرز الغرز دي بتدوب وما بتتفكش وخلاص وما بتسفش أصل فناس كتير طبعا بتقول أنا هعمل العملية تشد بس الجرحي بقى شكل وحش دي مشكلة كبيرة طبعا فأهم حاجة أن الدكتور كمان يكون عنده صبر أنه هو بيخيط بالراحة جدا يعني فالخياطة التجميلية هي اسمها خياطة تجميلية لأنها مش بتبان ومش بتظهر ودكتور التجميل بيتميز عن أي دكتور تاني في أنه هو بيعمل خياطة التجميل دي كويسة حتى فيه زميلي من تخصصات كتير قوي وهم بيقفلوا الجلد بيستعينوا بجرح تجميل عشان يقفل الجلد بطريقة كويسة بشكرك يعني برضو من الحاجات اللي معروفة يمكن في الجراحات أن حتى الجراح الشاطر اللي يخش يعمل عملية ممكن يخلي النائب بتاعه لأفل ده في الجراحة العامة آه طبعا في الجراحة العامة لكن في الجراحة التجميل حاجة بتقولي أن دي بالعكس دي لب وأساس الجراحة بتاعت التجميل طبعا وبعدين هو في الجراحة العامة بيكون الدكتور الداخل هو بينقص حياة مريض بينقص حاجة ما أهم وهو على فكرة قد ترخيره يعني بصراحة يعني هو لا يعاب على دا يعني هم بيجيلي حالات كتير قوي بتبقى متضايقة جدا من الجراح الجراحة العامة أو جراحة العظم مثلا إنه هو عمل كده بقولهم هي دي مش شغلته هو فعلا كان داخل ينقص حياة مريض حد عمل حدثة هو بينقص حياته على قدر الإمكان بينقص الوظيفة لكن بقى طبعا فيه أسامي كويسة قوي بتستعين بتقول أنا معايا جراح تجميل لو الحالة عم يحتاجة نهاية تقفلها تجميل جراح التجميل هو اللي هيقفل الجلد صحيح